بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى اللي تشوف هاد الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هاد القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا حبابي في الله اليوم غادي نحط واحد الوصفاء خاصة بالبنات لما عندهمش قبول فيما مشوا ما تكونش عندهم قبول تنقول لك أنا فيما مشيت ما تنكونش مجبورة الخاطر ما عنديش قبول وما عنديش فيما مشيت ما مقبولاش تنقول إن شاء الله بحول الله وقوتي غادي نحطوها تسيغة إن شاء الله بحول الله وقوتي وغادي يكون عندكم نور على نور وغادي يسمعوا الناس كلامك ويتسمطوا لك فيما مشيتي غادي تكوني مقبولة المرأة اللي عندها الزوج ديالها تيكون ما تيديها شوية وما تيسمعش كلامها تهي غادي تاخدوا واحد العطر جديد ما الأحسن خدوا عطر جديد في هاد رجب يبقى عندكم طول العام ناخد ريحة ديال العود أنا سنخدم العود بزاف المهم أنتم اخدوا أي قنينة ديال الرحة اللي عندكم المهم وغادي نفتحوا النصيب في رجب فتحي نصيبك في العمل فتحي نصيبك في الدراسة فتحي نصيبك في السعادة فتحي نصيبك في كل ما تنوين إن شاء الله حبابي في الله هاد القنينة غادي نحلها وغادي نحلها من هناك كانت تتحل غادي نحلها ونقرع لها كانت ما تتحلش غادي نحيد لها هاد هاد طريبش الفوقاني وغادي نقرع لها إن شاء الله بحول الله قبل ما نقرع غادي نحل وندير لدي هكا ونشد القنينة ونقرع لأن القرآن الكريم تبغي الطيب الطيب غادي نقرع عليها إن شاء الله بحول الله نكون ليلة مضية ومصليا ونصلي على الرسول ونستغفر وغادي نقرب هاد القنينة باش يكون عندي قبول وتكون عندي جاذبية ونكون عندي نور على نور الناس يبغيوا الطيب والناس يبغيوا العود والناس يبغيوا الحاجة الطيبة حيث الحاجة الطيبة تتجيب تتجيب غير الطيب والحاجة اللي تتكون جيدة تتجيب غير الحاجة الزوينة إذن حبابي في الله ما نطوش عليكم إنها الوصفة شكرا راسا إن شاء الله هادي غادي نحل هاد الفوقاني دي القنينة وغادي نقرأ لها صورة الكوتر سبعات المرات صورة الكوتر علاش نقرأ الكوتر لتتحيد التعسير صورة الكوتر تتحيد التعسير صورة الواقعة غادي نقرأها مرة وحدة صورة الواقعة غادي نقرأها مرة واحدة وغادي نقرأ صورة النور صورة النور كاملة صورة النور لأنها صورة النور زبينة في جلب الحد وتتحيد التعسير تلبنت ولي يكون عندها مس ولي يكون عندها أي حاجة من عند الله هدك العارض أو أي حاجة معرقلة لحياتها تترشلت رشات رشة اللولة تترشها على الصدر ديالها والتاني تترشها على الرقبة ديالها اللور ديالظهرها وتترش اليدين ديالها وتدوز على الوجه ديالها باش يكون عندها نور على نور ونكمل نقرأ صورة الواقعة ونقرأ صورة النور كاملة وغادي إن شاء الله هتحاولوا أنكم الكوتر هي اللولة لأنها صورة الكوتر ستحيد التعسير وصورة صورة الواقعة وصورة النور وغادي ناخد التسبيح ونقرأ نور على نور نور على نور نور على نور آآه غادي نقول مية مرة نور على نور ونفت ونفت ووقت القراءة نفت المهم تحيدوا هذه هذه غا تحيدوها هذه غا تقرأوا على هاد البلاصة هاد البلاصة اللي غا تقرأوا لو كانت تتحل القنينا حلوة لو ما كانت تتحل قرأوا على هاد البلاصة فقط لأنه غادي يكون عندكم طاقة إيجابية في القراءة وتكونوا إن شاء الله إيجابيات الوقت اللي نكون غادل أي بلاسة أي مكان ندير ثلاث رشات رشة في الصدر رشة وراء العنق ديالي ورشة في اليدين ديالي وندوزها على الوجه ديالي ونقول يا ربي بحق هذه الآيات وبحق هذا التصبيح اللي صبحت نور على نور أن تجلب لي الخير وتجلب لي النور في وجهي ولي شافني يشوفني ويبغيني إن شاء الله إذن حبابي في الله هاد الوصفة رائعة بإذن الله ديال الطيب باش تكونوا طيبات وتكونوا إيجابيات وتكونوا إن شاء الله من أهل النور إن شاء الله هذه القنينات تبقى عندك طول العام إن شاء الله شهر رجب وتدوز معك شعبان وتدوز رمضان وإن شاء الله طول العام حتى ربي أي حاجة غيسخرها لك بإذن الله الواحد القهار إذن حبابي في الله ما بقى لي غير نقول لكم حاولوا تدعم القناة وتفعلوا الجرس وتأبنوا حول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته